ستكونوا كاملا بغير و على خير حتى تتفرجوا في الفيديو في هذا الفيديو عندي لكم بحجز أخبار على السريع في الأول سنكتشفوا تحليل الهدف الانس الزروري اليوم مع الفريق دينو بيرلي سنرى الفوج للقجع في خصوص انسحاب المنتخب المغربي الأقل من ثلاث 20 سنة من شان الجزائر لما نتوقع عليكم فاندخلوا بالتفاصيل نبدأ الأخوان بالتحليل الهدف الانس الزروري الذي سجل في الدقيقة الأولى من البداية في المارس حيث كما ترى في الفيديو كان مركز و حتى مركز في حالك يشكل لرأس حربه و ترى مين جاء و مين دخل و مين تمركز و بعدها جاءت واحد أستيدة لا تصد و لا تورد سكندريك صراحة هدف أقل ما يقال عنده أنه ناضي و ترى طريقة التي تهرب من المدافعين و ترىها في الزاوية التي وقفها الحيرس نيج لما يجب أن يحتاج أعمل لكي يشد هذه الكرة و أفضلت هذه الأخوة التي نسجل لكم في هذا الفيديو للمرأة باقي ملعوب كنت أتمنى أن كل توافق الأنس الزاوري في قادم المقابلة منذ ذلك الأخوة الجامعة الملكية المغربية الكرة القدم بقيادة فوز القجع لحد دائت واحد الشرط المشاركة للمنتخب المغربي في الشان الجزائر فقط فوز القجع بأنه لم يتوفروا راحية للمطاة الرباط القسطنطينية أو مغاديش ينعب المنتخب المغربي هذا الشان و كذلك طلب من الاتحاد الجزائري يوفر فنادق المريحة و يتجنب أي مضايقة يقدر يطرانيه مع الشعب الجزائري و في حالة ما أنه ما رفض هو لو شرطوا واحد من هذه الشرط في المنتخب المغربي سنساحب من هذه الشانات وهذه هي الهدراء الإخوان حين كما تطبقوا هذه الشرط ستتعين على المنتخب المغربي إصافر حتى الثالث ونس عادة منها بشجيل الجزائر و في رحلة ستعيون لعابة الإخوان مهم هذا ما كان الإخوان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا فيديو جان شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر